السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصفة الثالث تجاري شعبة الشؤون القانونية معاكم أستاذ محمد عرفات إن شاء الله هنعمل النهاردة ملخص بسيط لمادة المرافعات ديت هتكون أولى الحلقات بتاعتنا في السنة الجديدة إن شاء الله احنا النهاردة هنشرح حاجات مبساطة عن المادة كلها بشكل عام مش هنتكلم على جزئية معينة انا هعرفك بس المادة بتاعتها ايه وانهيتها ايه نظام مذاكرة بتاعتها هيبقى عامل ازاي وايه الببان اللي موجودة فيها مادة المرافعات مواد جميلة جدا في سنة ثالثة ومعروف إن انت عندك في سنة ثالثة ست مواد قانون مرافعات والعقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني قانون الأحوال الشخصية وقانون اللوائح المالية والإدارية ست مواد مهمين جدا كل مادة فيهم عليها خمسين درجة عايزين تركيز من السهل جدا ان انت تقفلها موضوع القانون مش محتاج له حفظ فقط لا انت لو فيهمت هتقدر تحفظ كل حاجة مادة المرافعات مادة جميلة جدا انت هتبقى حابب إن انت تطلع على أمور فيها كتير جدا لإن ده الواقع بتاعنا اللي احنا متعايشين معاه في البداية كده احنا عندنا في مادة المرافعات قسمين الكسم الأول بيتكلم عن الكواعد العامة للتنفيذ نافذة بس قبل ما نقول الأقصام بتاعتنا أو قبل ما نقول الببان بتاعتنا المرافعات كلها بتدور وتلف على موضوع شخص عليه ليه فلوس ما دفعش طالبته بالفلوس قال لي الفلوس بتاعتك مش موجودة حاليا فاضطريت إن أنا رفع عليه الدعوة بالحجز على ممتلكاته المحكمة هتحجز على الممتلكات وهتبتلي تشوف إما هتعمل حجز تنفيذي أو حجز تحفظي تحفظ اللي هي تتحفظ على الحاجة لغاية ما يسددلي فلوسي مثلا أو تتحفظ على الحاجة لغاية ما تشوف بتاعتي ولا بتاعته أو إن هي تعمل حجز تنفيذي هتحجز على ممتلكاته وهتبعها في مزاد علني وتسدد الفلوس بتاعتك الموضوع كله بيدور ولف على موضوع مين الحاجز مين المحجوز عليه الشيء المحجوز عليه الشروط الواجب توفره في ده فدوة اللي إحنا هنعرفه إن شاء الله في مادة المرافعات طيب إحنا هنتكلم فيها عن قسمين قسم الأولاني القواعد العامة للتنفيذ إيه هي القواعد العامة للتنفيذ هنتكلم فيها عن تلت دبان الباب الأول أشخاص التنفيذ الباب الثاني سبب التنفيذ الباب الثالث محل التنفيذ طيب في أشخاص التنفيذ هناخد مين هي أصلا السلطة المسؤولة عن التنفيذ مين السلطة المختصة بالتنفيذ أو بالحجوزات كذلك هناخد مين هم أطراف الحق في التنفيذ اللي هو زي المحجوز عليه والحاجز والمحجوز عليه والثالث هناخد شخص الغير عشان ندر نعرف مين هو الغير هل هو ليه علاقة بالدعوة ولا ملوش وإمتى يتقال إن الشخص ده ملوش علاقة بالدعوة فبالتالي هو شخص الغير كذلك هناخد في الفصل الثاني سبب التنفيذ هناخد في الفصل الأول الحق الذي يجرى التنفيذ لاجتدائه الحق ذات نفسه اللي احنا هنحجز عليه أو الحق بتاعي أنا ذات نفسي اللي ليه وإيه ما يثبت إن أنا ليه حق عند الشخص دوت اثنين السندات التنفيذية هنعرف إيه هو السند التنفيذ اللي أنا بحجز بناء عليه لأن القانون ذكر لي أن هناك خمس سندات تنفيذية لما ذكروا على سبيل الحص دون اللي أنا أقدر أحجز بناء عليهم كذلك عندي في الفصل الثالث اللي هو السورة التنفيذية السورة اللي احنا بننفذ بها لأن فيه سورة تنفيذية وفيه سورة بسيطة وهنقدر نفرق فيه الفصل دوت ما بين إيه هي السورة التنفيذية وإيه هي السورة البسيطة مين اللي منحق ياخد السورة التنفيذية ومين اللي منحق ياخد السورة البسيطة كذلك فيه عندي محل التنفيذ كيفية تحديد محل التنفيذ هنحدده ازاي؟ زايد الاموال التي لا يجوز الحجز عليها طبعا المدين عليه ليه فلوس فمن حقي ان انا احجز على اي ممتلكات عنده ولكن القانون قال ان هناك بعض الاموال لا يجوز الحجز عليها ودي هنعرفها ان شاء الله في المادة بدايتنا رغم انه عليه ليه فلوس ولكن هناك بعض الاموال لا يجوز الحجز عليها طب في القسم الثاني اللي هي اجراءات التنفيذ هناخد طبعا فيها انواع الحجوز ايه هي انواع الحجوزي اللي موجودة عندي عندي اربع انواع زي حجز المنقول لده المدين وبيعه بحجز المنقول اللي عنده المدين وببيعه زي الحجز التحفوزي وده امرة اثنين تلاتة حجز مال المدين لده الغير اربعة حجز العقار وبيعه يبقى اننا نتكلم عن اربع انواع من الحجوزات مهمين جدا 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 ولازم ان نقدر نفرق كم شخص موجود في الدعوة وهي دعاوي هتبقى جميلة جدا ان شاء الله هنوصل لكم المعلومة بشكل مبسط عشان تحفظوها كويس طيب بعد كده هنخش على الباب التاني منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هنتكلم فيها الاول عن قواعد عامة في منازعات التنفيذ في الفصل التاني هتلاقي عندك فيه منازعات تنفيذ وقتية وفي التالت هتلاقي منازعات تنفيذ الموضوعية وهنفرق ما بين منازع التنفيذ وقتية يعني ايه ومنازع التنفيذ موضوعية يعني ايه في الاخر هناخد مجموعة دعاوي زي دعوة رفع الحجز دعوة عدم الاعتداد بالحجز دعوة استرداد المنقلات المحجوزة دعوة الاستحقاق الفرعي والدعاوي دي كلها هنقدر نعرف مين هو اللي بيرفع الدعوة ومين اللي بترفع عليه الدعوة وامتى هل تترفع على منقل ولا تترفع على عكار هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله في المادة بتاعتها طيب النهاردة هنبدأ بحاجات بس بسيطة بشكل عام عن المادة كلها من كل باب كده جايبين كم نقطة بحيث تبقى عندك خلفية عن المادة كويس جدا وان شاء الله في الحلقات القادمة هنشرح كل حاجة بالتفصيل بداية كده هناخد التنفيذ يعني ايه تنفيذ التنفيذ عندي ليه تعرفين فيه في اللغة وفيه في القانون تنفيذ لغة هو تحقيق الشيء واخراجه من حيث الفكر والتصور الى مجال الواقع المموس يعني ايه الكلام ده انا اديك مثال عشان ابسطها لك تنفيذ يعني حكمت مثلا نفترض المحكمة حكمت على شخص ان هو يسلم العربية بتاعته تنفيذ عبارة عن ايه ان انا هطبق الحكم هاخد العربية وسلمها للشخص التاني حكمت المحكمة على المتهم بتلات سنين سجن هعمل ايه هاخد المتهم واخطه في سجن لمدة تلات سنين يبقى انا هنا عملت ايه نفست الكلام اللي كان مكتوب او الفكرة او التصور اللي قدامي وخليته على الواقع الملموس بقى متنفس يبقى هو تحقيق الشيء ويخراجه من حيث الفكر والتصور الى مجال الواقع الايه الملموس طيب التنفيذ كانونا ليه تعرفين فيه تنفيذ اختياري وفيه تنفيذ جابري التنفيذ اللي اختياري هو الذي يتحقق بقيام المحكم عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده طواعية واختيار اما التنفيذ الجابري هو يصور عندما او عنده عدم قيام المحكم عليه بتنفيذ الزامه طواعية فيتم للجوء للقضاء لاجبار المدينة على التنفيذ بص بقى الفرق ما بينهم تنفيذ اختياري يعني انت المحكمة حكمت عليك ان انت هتسلم الحاجة فانت طوعية واختيار منك لنفسك سلمت الحاجة للمحكمة حكمت بيها يعني المحكمة لك سلم العربية انتم تجايب سلمها لصاحبها هنا اسمه تنفيذ اختياري طوعية واختيار كان الشخص مطيع وسلم من غير اي مشكلة اما التنفيذ الجابري انا بقول لك سلم العربية فانت رفضت ان انت تسلم العربية فهنا هنجبرك على تسليم العربية فابباس مه ايه تنفيذ جبري اللي انا هجبرك طالما انت مرضيش تنافذ طواية واختيار فخليك تنفذ غصب عنك في بعد كده مثلا طرق التنفيذ الجبري التنفيذ الجبري له طرق ايه فيه تنفيذ عيني وفيه تنفيذ غير مباشر عيني مباشر وغير مباشر التنفيذ العيني اللي هو المباشر هو قيام المدين بتنفيذ عيني ما التزمى به في موجهة الدين بص هو احنا هنا التنفيذ الجابري وارد يحصل بسبب ايه اجا اقول لك سلم العربية تقول لي والله ده العربية تحرقية العربية تحرقية العربية مش موجودة معايا فهنتطر نخليك تسلم غزبا عنك فعند نعيم من التنفيذ اما هيبقى عيني لو الشيء موجود هناخد منك العربية غزب وهنسلمها للشخص صحيبة اما التنفيذ الغير مباشر اللي هو بمقابل هو التنفيذ بمقابل او بطريقة التعويض حيث يتحول التنفيذ من تنفيذ عيني مباشر الى تنفيذ بمقابل غير مباشر يعني انت رفضت ان انت تسلم ليه الحاجة مش معاك العربية انت بعتها العربية تحرقت مثلا العربية تسرقت مثلا فاحنا في الحالة دي هنعمل ايه هناخد منك مقابل العربية تعويض عن العربية في اسمه تنفيذ غير مباشر الموضوع ده يخلينا نعرف نفرق لو انا الحاجة مش معايا هيبقى تنفيذ عيني غير مباشر اما لو الحاجة معايا هيبقى تنفيذ ايه عيني مباشر يبقى غير مباشر لو الحاجة مش معي مباشر لو الحاجة ايه معي طيب فيه بعد كده اطراف التنفيذ طبعا عن الطرفين طالب التنفيذ والمنفذ ضده طالب التنفيذ هو كل من يجرى التنفيذ لصالحه على مال معين سواء طلب هو التنفيذ او اوجب القانون ادخله في اجراءاته هنا هو الشخص اللي ليه الحق يعني طالب التنفيذ الشخص اللي هو ليه الحق اللي انا بقول عليه الطرف الايجابي اللي هو بيجرى وبيسعى ان هو ياخد حقه او يطالب بحقه اللي بيرفع الدعوة وبيحرك الدعوة عشان ياخد الحق بتاعه فبيسمى طالب التنفيذ او الطرف الايجابي طيب في عندي المنفس ضده ده الطرف التاني اللي عليه فلوس او اللي عليه الحق فدوة اسمه المنفس ضده ممكن اقول عليه المنفس ضده وممكن اقول عليه الطرف السلبي وممكن اقول عليه المحجوز عليه وممكن اقول عليه المدين فهو من يلزمه القانون بالأداء السابت بالسنة التنفيذي ويطلق عليه المنفذ ضده المحجوز عليه المدين يبقى أنا كده عندي أطراف التنفيذ طرفين طالب التنفيذ والمنفذ ضده خلي بالك طالب التنفيذ ده يعتبر دائن شخصي ليه فلوس أما المنفذ ضده اللي هو المدين اللي عليه فلوس طالب التنفيذ ممكن أقول عليه اللي هو الطرف الإيجابي أما المنفذ ضده ممكن أقول عليه الطرف السلبي كذلك برضو الطالب التنفيذ ممكن نقول عليه شخص الحاجز اما المنفس ضده بقول عليه شخص المحجوز عليه فيه بعد كده الغير قلت لك برضو انا عرفت ان اطراف التنفيذ عند طرفين شخص الحاجز وشخص المحجوز عليه او شخص اللي بتنفيذ والمنفس ضده طب هل هناك شخص بسمى الغير اه اي شخص غير الطرف الايجابي والطرف السلبي يعتبر غير مانوش علاقة بالدعوة طب هل ما ملاكش علاقة بالدعوة فبيطلق عليك ايه الغير يبقى الغير هو ما ليس طرفا في اجراءات التنفيذ فهو اي شخص عدا الطرف الايجابي والطرف الايه السلبي اي حد غير الطرف الايجابي والسلبي ومانوش علاقة بالدعوة غالص ولا منضم للدعوة خالص ولا طرف الدعوة ولا ذكر اسمه في الدعوة يعتبر هنا بيطلق عليه لفظ ايه غير كذلك برضو عشان اقول عليه من الغير ما ينفعش ان هو يكون هيستفيد او هينضر من الحكم اللي هيصدر لو استفاد او انضر يبقى هو اصبح طرف انما لا استفاد ولا ضر لا عاد عليه بدرر ولا عاد عليه بنف يبقى هنا اسمه الغير فيه بعد كده القواعد تعلق بالسنة التنفيذ انا قلت لك السندات التنفيذية القانون ذكرها على سبيل الحص انا ما ينفعش احجز عليك الا اذا كان معايا سنة تنفيذ سندات التنفيذية هم خمس سندات ذكرت على سبيل الحص فيها ليها قواعد وليها شروط فيه قواعد تتعلق بالسند التنفيذي وفيه شروط تتعلق بالسند التنفيذي طب ايه القواعدة لتتعلق بالسند التنفيذي عندي تلت قواعد انه لا يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذي ما ينفعش انفذ عليك الا اذا كان معايا سند تنفيذي يعني لما اجي مثلا اروح للمحكمة تصدر حكمه وبعد كده مأمور الضبط مثلا هياخده هيروح ينفذ عليك وينفذ الحق في الحالة ديت مش هينفع ينفذ إلا إذا كان معاه سنة تنفيذ لو ما كانش معاه سنة تنفيذ سنة تنفيذ على فكرة زي حق المحكمة أو زي أمر من الأوامر اللي بتصدر من المحكمة أو زي المحرات المؤثقة أو زي أحكام المحكمين ديت تعتبر السندات التنفيذية اللي احنا بنتكلم عليها أو محاضر الصلح فدول خمس سندات ذكروا في القانون على سبيل حص لو أنا معايا أي سند من الخمسة دول يجوزوا من حق أنه نحجز عليك فهناك قلنا قواعد وهناك شروط أول قاعدة قالك لا يجوز التنفيذ بغير سنة تنفيذ يبقى منفعش أن أنا أنفذ عليك إلا إذا كان معايا سنة تنفيذ ثاني قاعدة أن السندات التنفيذية وردت في القانون على سبيل حصر كلمة حصر يعني هو قال لي خمسة يبقى لا ينفع يبقى أكتر ولا أقل هم خمسة اتحصروا في خمسة خلي بقى لك الفرقة بين حصر والمثال لما أقولك مثلا على سبيل المثال يعني أنا ذكرت اتنين ثلاثة بالصم كتير وأنا ذكرت مثال منهم أما لما أقولك على سبيل حصر يعني أنا حصرتهم في الخمسة فقط لغير رقم ثلاثة أن السند التنفيذي الكافي لإجراء التنفيذ أنا طالما معي سند تنفيذي يعني مثلا إيه قدت حكم المحكمة للعربية بتاعتي ينفع لما أجي أخد منك العربية تقول لي وريني العقد ما أنا معي حكم المحكمة يبقى حكم المحكمة يكفي لإجراء التنفيذ ديت اسمها القواعد العامة أو القواعد التي تتعلق بالتنفيذ أو بالسند التنفيذي هناك بقى شروط يجب توفرها يبقى فيه قواعد وفيه شروط الشروط اللي يجب توفرها بالسند التنفيذي واحد أن يكون من بين السندات التي ذكرها القانون على سبيل الحصر لازم يكون من بين السندات التي ذكرت على سبيل الحصر اللي هما الخامسة اللي احنا قلنا عليه رقم اتنين أن يكون السند مجتملا على الصيغة التنفيذية لازم عشان ننفذ الورقة الرسمية فيها الصيغة التنفيذية بتاعة التنفيذ يعني القاضي أمر بالتنفيذ فلازم أن يكون الورقة مكتوب فيها الصيغة التنفيذية طيب موضوع تاني أنواع السندات عشان إحنا كنا عملين نقول إيه هي أنواع السندات هذه الأحكام القضائية الأوامر أحكام المحكمين محاضر المحررات الموثقة محاضر السلحة التي تصدق عليها المحاكم دول الخامس سندات اللي القانون ذكرهم على سبيل الحصر طيب فيه بعد كده بيقول لي فرق ما بين حاجة اسمها الصورة التنفيذية والصورة البسيطة إيه هي الصورة التنفيذية وإيه هي الصورة البسيطة الصورة التنفيذية هي صورة من نسخة الحكم الأصلية أو من نسخة الحكم ويوقع عليها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية بص أنا عندي أولا قبل ما نقول الصورة التنفيذية والصورة البسيطة أنا عندي الحكم بيكاتي فورتين وراء اسمها مسودة الحكم وراء اسمها نسخة الحكم الأصلية مسودة الحكم دي اللي بيكتبها القاضي بخط إيده بمشاركة الأدار اللي معاه دي الورقة اللي هو بينطق منها منطوق الحكم بتاعه القادي بيبقى كاتبها بخط يده في ورقة تانية بيكتبها الكاتب اسمها نسخة الحكم الأصلية الكاتب كل اللي مكتوب في مساعدة الحكم بينقله في نسخة الحكم الأصلية الورقة بتاعة القادي والورقة بتاعة الكاتب بنفضل محتفظين بيهم في المحكمة ولكن نسخة الحكم الأصلية بنصورها صور ففيه صورة فيها بتطلق عليها صورة تنفيذية وصورة باسمها الصورة بسيطة صورة تنفيذية يعني مزيلة بالصيغة التنفيذية فمش هتعتل اي حد ده هتعتل الشخص اللي المحكوم له اللي اولا لازم تعتل الاشخاص اللي موجودين في القضية مين بقى لا ياخد الورقة اللي هو الصورة التنفيذية الشخص المحكوم له اما الصورة البسيطة الصورة البسيطة دي بتعتل اي شخص يطلبها لان كده كده معلهاش ختم التنفيذ هي صورة من نسخة الحكم الأصلية مصورينها بس ما عليها الشيطة التنفيذية فبالتالي أي حد بيطلبها بياخدها ما عندناش أي مشكلة خالص إما ده الفرق مبيل الصورة التنفيذية والصورة البسيطة يبقى الصورة التنفيذية هي صورة من نسخة الحكم الأصلية ويوقعها الكاتب بعد أن يصيلها بالصيغة التنفيذية أما الصورة البسيطة هي الصورة تبقى الأصل من نسخة الحكم الأصلية وتعطى لأي شخص يطلبها ولو لم يكن لأ شأن فيه الدعوة وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة يبقى هنا السورة التنفيذية اي حد عايزة السورة البسيطة اي حد عايزة ما عندناش مشكلة اما السورة التنفيذية بتعطى للشخص المحكوم له اللي هو لازم ان يكون طرف في الدعوة في بعد كده هنفرق ما بين مسودة الحكم ونسخة الحكم الاصلية يعني لسه كنا قيلين عنها بشكل مبسط مسودة الحكم هي ورقة القاضي هو اللي بيكتبها بخط يده بمشاركة القضال معاه الورقة دي بنفضل محتفظين بها في المحكمة او في ملف الدعوة ما بتعطاش لأي شخص خالص ولا حتى بتتصور في ورقة تانية اسمها نسخة الحكم الاصلية نفس الكلام اللي مكتوب في المسودة بيكتب في نسخة الحكم الاصلية ولكن دية النسخة الحكم الاصلية اللي بيكتبها الكاتب وبالتالي بيكتبها الكاتب فمن السهل ان احنا نصورها ونعمل منها صورة تنفيذية او صورة بسيطة يبقى نشوف التعريفات هنا مصود الحكم هي الورقة التي يحرر عليها الحكم وتشتمل على منطوقه واسبابه ويوقع عليها من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم والقضاء الذين اشتركوا معه في اصداره وهي تكون محررة بخط يد القاضي اما نسخة الحكم الاصلية يقول لي بعد إداعي المسودة يكون كاتب الجلسة بنسخ هذه المسودة بخط واضح في ورقة اخرى يوقع عليها رئيس الجلسة وكاتبها وتشتمل على وقائع دعوة واسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوة خلي بالك الورقتين دول محدش بياخدهم يعني لو مصفدة الحكم ولا نسخة الحكم الاصلية حاد بياخدها دول بنفضل محتفظين بهم في ملف الدعوة من تلك الورقة اللي انت تستلمه اللي هي الصورة البسيطة او الصورة التنفيذية طيب قواعد التسليم بقى السورة التنفيذية نرى تلك ان السورة التنفيذية مش اي حد هياخدها ده السورة التنفيذية عليها ختم التنفيذ او عليها صيغة التنفيذية فبالتالي مش هتعطل اي حد طب ايه بقى الشروط او القواعد بتاع التسليمه واحد يجب ان لا تسلم السورة التنفيذية الى لخصم الخصوم الماثنينة في الدعوة يعني لازم ان تتسلم سواء للطالب التنفيذ او المنفذ ضده بس هنا بقى احنا لسه ما نعرفش ممكن وارد المنافس ضده يطلع لي حق تمام فهو اللي هياخد السورة التنفيذية فطبعا يجب ألا تسلم السورة إلا لطرف الدعوة يعني لازم أن يكون شخص طرف الدعوة. اتنين لا تسلم السورة التنفيذية للحكم إلا للخسم المحكوم له بل يتحكم له هو اللي هينفس هو ليه الحق فهو اللي بياخد السورة ويروح ينفس بيها. تلاتة يجب تسليم سورة واحدة فقط للخسم الواحد أنا عشان أسلم السورة أنا بسلمك كم صورة وأنت هتحجز كم مرة أنت هتحجز مرة واحدة فقط لغير فبالتالي لما أجه سلمك بسلمك إيه صورة واحدة فقط لغير يبقى يجب تسليم صورة واحدة فقط للخصى الواحد أربعة أن يكون الحكم جايز تنفيزه جبرا لازل لو حكم كان غير جايز تنفيزه جبرا أو كان الحكم القابل للطعن فمش هينفق أسلمك الصورة التنفيذية حاليا من عشان أسلمك الصورة التنفيذية يعني انت خدت حكم نهائي بات يعني فعلا الحق ده بتاعك انت فعلا ما بقاش فيه طعن تاني فده هو تحقك فمن حقك ساعتها تاخد صورة تنفيذية انما لو كان الحكم قابل للطعن لا في الحالة ديت مش هينفع تاخد الصورة التنفيذية الا بعد صدور حكم نهائي بات شروط واجب تغفرها في محل حجز انا احجز على الممتلكات اللي عندك ففيه شروط لازم ان تكون موجودة في الحاجة اللي انا احجز عليها واحد ان يكون محل حجز مال هنا مال مش مقصود بها فلوس لأ المال مقصود بها اي شيء يقدر بمال ممكن احجز على ممتلكاتك اللي هي فلوس مفيش مشكلة ممكن احجز على عربية على شقة على ارض يبقى لبا احجز على الشيء اللي بيقدر بمال انها منفعش احجز عليك انت شخصيا عشان عليك فلوس لان الانسان او روح الانسان او اي عضو في عضاء الانسان ده تلاقي تقدر بمال فبالتالي منفعش ان احنا نحجز عليها اصلا اتنين أن يكون المال مملوك للمدين لازم يكون المال ملك المدين طبعا لو أنت عليك ليه فلوس وانت عندك عربية بتاعت أخوك مساء ينفق أحجز عليها عشان هي موجودة عندك أكيد لا طبعا أنا عشان أحجز عليها لازم أن يكون المال مملوك لشخص المدين اللي هو عليه فلوس تلاتة أن يكون المال لا قابل للحجز لأن هناك بعض الأموال وأنذكرها أموال لا يجوز الحجز عليها في بعض الأموال أي رغم أن هي بتاعت المدين وعليه ليه فلوس بس القانون قال ان هذه الاموال لا يجوز الحجز ايه عليها طيب فيه بعد كده الاموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعة المال خلي بالك انها فيه اموال لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعة المال رعاية للمدين طيب حقيقة للمصلحة العامة فدي اسمها اموال لا يجوز الحجز عليها اول حاجة انا اخدها مثلا الاموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعة المال لما تبص لطبيعة المال تعرف تلقاء ان ما ينفعش ان احنا نحجز على هذه الاموال خالص زي الحقوق المتصلة بشخص المدين زي مثلا الشهادة الدراسية واحد معاش هادة الجامعة خري الجامعة فمعاش هادة هي الشهادة دي فهنحكز عليها انت اصلا لو فكرت فيها هنحكز عليها هي اولا ما لهاش كيمة بالنسبة لي هي لها كيمة لصاحبها انما انا بالنسبة لي ما لهاش اي كيمة فهنحكز عليها ازاي فده ما اللي يجوز الحكز علي اتنين اعيان الوقف الوقف اللي هو المال الموقوف اللي هو موهوب لله قطعة ارض وهبتال الله ينفع بعد كده النباحة ينفع بعد كده نحجز عليها لا طبعا ده لا يجوز نهاقي ان احنا نحجز عليها لان ده مال موهوم لله فانا يعني ده مال موقوف فبالتالي المال الموقوف لا يجوز نهاقي الحجز عليه تلاتة حقوق الارتفاق ولحقوق العينية والتبعية مثال بسيط انا اعتلك او انت عندك شقة ينفع عشان انت ما سددتش الفروس عليك احجز على السلم احجز على الشارع اللي انت بتمر منه دي اسمع ككرت فاق دي طبعا لا يجوز تلو فكرت فيها هتعرف ان طبيعة المال هنا تقول لك فعلا لا يجوز الحجز ايه عليه رقم اربعة ما يحكم بتخصيصه لغرض معين لو المحكمة حكمت ان في حاجة معينة عندك مخصصة لشيء معين يعني المحكمة اللي حكمت بكده فطالما المحكمة خصصته مثلا زي مثلا نفع خصصة ان النفع دي راحة للاولاد او راحة للزوجة فينفع بعد كده لو الزوج دوت او الشخص دوت عليه فلوس نحجز على النفع دي اكيد لقى طبعا لان المحكمة حددت ان المال دوت مخصص لشيء معين فبالتالي لا يجوز الحجز عليه ثلاثة او خمسة الاوال العامة المملوكة للدولة وفروعة اي مال مملوك للدولة او فروعة دولة لا يجوز الحجز ايه عليه يعني مثلا انا ليه فلوس عند المدرسة ينفع لحجيه حجز رفع ده واحجز على مبنى من المدرسة عشان خادر اخد فلوسي اكيد بالتأكيد لا طبعا لان دي اموال مملوكة للدولة والاموال المملوكة للدولة بسبب طبيعة المال لا يجوز الحجز عليها طيب فيه بعد كده الاموال التي لا يجوز الحجز عليها الرعاية للمدين انا يعني رغم ان هو عليه فلوس بس القانون بيرعي زي ما يلزم مدينة واسراته من فراش وسياب ما ينفعش لو شخص عليها فلوس عليه ليه فلوس احجز على الفراش بتاعه او السياب بتاعه اكيد بالتأكيد لا دي حاجات لا يجوز الحجز عليها النهائي حتى لو كانوا بتقدر بمال بس برضو لا يجوز ان احنا ايه نحجز عليها اتنين ما يلزم مدينة واسراته من غزاء لمدة شهر لو شخص المدين عليه ليه فلوس جايب خزين عنده في البيت خزين اكل يعني ورزه الحاجات دي كلها جايبه عنده في البيت ينفع ان انا احجز عليها لو الحاجة دي هكى فيه اكتر من شهر يجوز الحجز اللي هو بعد الشهر يعني لو مش هكى فيه اصلا شهر يبقى لا يجوز الحجز ايه عليها يبقى ما يلزم مدينة واسراته من غزاء لمدة ايه شهر اساس الماشية لازم انتفاع المدين بها في معيشته مرتبط على فكرة ما يلزم مدينة لمزاولة مهنته او حرفته زي اللي اتنين دون نديرهم مثلا مثال واحد كده نساهلها نفترض راجل ترزي شغله كله قايم على المكنة الخياطة عليه ليه فلوس ينفع الوحجانة حاجز على المكنة طيب ما انا لو حجزت على المكنة هو كان مديون ليه انا بس صح وانا حجزت على المكنة شغله وقف فبدلا ما كان مديون ليه انا بس هيبقى مديون للناس كلها لان انا كده اطعت الشغل بتاعه فبالتالي هيدين للناس كتير جدا فدية الطلامة هي مهمة في مزاولة المهنة بتاعته يبقى لا يجوز ان انا احجز ايه عليها رقم خمسة او خمسة الاجور والمرتبات والمعاشات الا في حدود الربع ما ينفعش احجز على مرتب واحد كامل او المعاشات بتاعته كاملة الا في حدود ربع اللي هو المبلغ يعني مثلا لو واحد بيقمض مثلا الف جنيه ما ينفعش اروح كاي مرة واحدة عشان عن ليه فلوس احجز على الف جنيه كلها مرة واحدة لأ ممكن احجز على ايه ربع المبلغ فقط لاغير فيه بعد كده المبالغ المحكوم بها للنفقة او للصرف منها في غرض معي لو اي مال المحكمة حكم بي انه هو نافأه على الزوج مثلا لزوجته او للاولاد هنا المال دوت مهما يحصل لا يجوز الحجز عليه رقم سبعة الملكية الزراعية في حدود خمسة افدنة وملحقاتها ايه هنا بقى لو شخص مزارع علين ليه فلوس لو عنده اراضي خمس افدنة فاقل لا يجوز الحجز عليها طيب لو عنده اكتر من خمس افدنة يجوز ان انا احجز على اللي فوق الخمسة يعني لازم انا سيب له ده زي اللي احنا قلناه من شوية موضوع اللي هو المثال بتاع التارزي اللي عنده مكنة ما انا لو حجزت على المكنة بتاعته المكنة الخياطة بتاعته مش هيشتغل كذلك برضو المزارع دوت لو انا حجزت على الارض الزراعية بتاعته ما هو كده ايه وشغله كله ايه مع الزراعه وحظ المحصول وبيعه طيب انا لو حجزت على الارض مش هيزرع مش هيبقى فيه فلوس بدلا ما كان مدين ليا هيبقى مدين ايه للناس كلها يبقى دي الاموال التي لا يجوز الحجز عليها رعاية للمدين طيب نخلش بعد كده على الدعاوي او انواع الحجوز انا قلت لك ان انواع الحجوزة عندي كذا حاجة هنتكلم بفاصل دوت عن حجز المنقول مثلا لده المدين حجز العكار وبيعه حجز مال المدين لده الغير دي حجز تحفظي حجز تنفيذي دي الحجوز اللي احنا هنتكلم عليها فعندك مثلا حجز اسمه الحجز على المنقولات المدية الحجز المنقول لده المدين هو الحجز على المنقولات المدية المملوكة للمدين بقصد وضعها تحت ياضي القضاء لبيعها بالمزاد العنني واستفاء حق الدائن الحاجز من ثمانيا يبقى هنا حجز المنقول للمدين شخص المدين عليه اللي هي فلوس فبضطر ان انا احجز على ممتلكاته وهنحط ممتلكات تحت ياضي القضاء والقضاء هيماهد ببيع هذه الممتلكات في مزاد علني والفلوس اللي هتطلع من البيع انا كشخص دائن هاخد حقي لو ادائن الحجز هاخد حقي من الحاجة اللي اتباعت دي يبقى تسمه الحجز المنقول لده المدين يبقى الحجز المنقول لده المدين هو الحجز على المنقولات المادية المملوكة للمدين خلي بالك انه انا بقول حجز على المنقول لا مقولش عكار حجز على المنقولات المادية لقوا بيضانا المنقولات هي الشيء اللي بينتصل من مكان الى اخر زي عربية زي غسالة زي تلاجة ده اسمها منقلات بتنتقل من مكان الى اخر اما العقارات اللي هي الحاجة الستة التي لا يجوز نقلها من مكان الى اخر زي الارض زي الشقة زي العمارة ده اموال لا يجوز ان احنا ده اسف ده اموال اسمها عقارات فلا يجوز ان احنا نقلها من مكان الى ايه اخر طيب يبقى ده الحجز المنقل ده المدينة والحجز على المنقلات المادية المملوكة المدين بقصد وضعات احتياد القضاء لبيعها بالمزاد العنلي واستفاء حق الدائن الحاجز من ثمانية في موضوع نخلش عليه بيتكلم عن موضوع الحارس حارس الأشياء المحجوزة أنا أحجزت على الحاجة ونحطها في مزاد أحجزنا على الحاجة عشان هي مش بتاعت شخص المحجوز عليه أو هو أخذها مني غزب أو ما سدلتش لعليه فإحنا عايزين نحجز على الحاجة لو أنا سبتها الغتما المحكمة تحكم يعني لو أنا سبت الشيء المحجوز عليه تحتياد المحجوز عليه أو تحتياد الشخص اللي الحاجة تحت إيده اللي هو المدين وسبت الحاجة عنده موارد أنه يبوزها يعني أنا ليه عنده عربية لو أنا رفعت الدعوة وفضلت العربية تحت إيده ووارد يقول لك والله هضره مش هخليه خودها مش هخليه انتفع فيبوز للعربية فالمحكمة تجنبا اللي ده كله بتعمل ايه بتتحفز على الشيء بتحجز عليها طيب وممكن تعمل ايه تعين حارس يعد يحرس العربية ديت مثلا فهنا اسمه حارس الأشياء المحجوزة دوره انه بيحرس الحاجة اللي احنا حاجزين عليها لغاية منام المحكمة تحكم اذا كانت الحاجة بتاعة شخص الحاجز أو بتاعة شخص المحجوز عليه المحكمة حكمت يبقى شخص الحارس بساعتها بيسلم الحاجة سواء الحاجز او المحجوز عليه خلي بالك ان الحارس ذوي مش طرف في القضية المش طرف في الدعوة الحارس ده يعتبر موظف معاون للقاضي دوره بيساعد القاضي بيحافظ على الحاجة لغاية ما المحكمة بتحكم في الشيء فهنا الواجبات بتاعت الحارس المفروب بيقوم بيها خلي بالك والحارس معاون للقاضي الواجبات اللي بيقوم بيها المحافظة على الأشياء المحجوزة يا حارس انت دورك العربية هتحرصها فانت دورك ان انت تحافظ على العربية اتنين ان يبذل في ذلك عينات شخصة العادي يا حارس شوف لو عربيتك انت هتحافظ عليها ازاي فانت هتتعامل مع العربية اكناها عربيتك انت بالضبط فاتحافظ عليها اكناها عربيتك فانت لازم ان تبذل في ذلك عينات الشخص العادي ثلاثة ان يقدم الأشياء المحجوزة كلما طلبوا منه ذلك انت الحاجة دي مش هتتملكها ده مش ملكك فأول ما نطلب منك الحاجة تسلمها وترجعها يبقى يا حارس تلقائي لازم ان ترجع لنا الحاجة رقم اربعة ما لقاكش بقى لا يجوز ان يستعمل الأشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعرق ما لقاكش يا حاجز بتستخدم الحاجة ولا مثلا ما اجرها لحد ولا ما اجدها مثلا حد يستعيرها منك والكلام ده كله لا طبعا انت حارس عليها دورك محافظة عليها لا تأجرها ولا تستغلها ولا تستعملها انت شخصية ولا تدها لحد يستعملها فدي الواجبات المفروض على الحارس بيقوم بيها ولو اخلي بأي وجب الواجبات ديت بنسحب بينه الحراسة ونشوف شخص ايه اخر طيب حجزنا الحاجة فبنتر ان احنا نبيحها هنبيحها مثلا في مزاد علي فبنحدد يوم البيع يعني انا حجزت على العربية فالمحكمة بتحدد يوم لبيع العربية بس هناك ضوابط بنحدد فيها يوم بيع المنقلات المحبوثة زي ضرورة مرور 8 ايام على اعلان المدين بمحضر البيع قبل ما ببيع ببلغ المدين يا مدين قدامي 8 ايام وهبيعي الحاجة بتاعتك في مزاد علي ايه فكرة اللي انا ببلغه قبلها 8 ايام الفكرة انه هو وارد انه هو يقدر يتصرف في الفلوس قبل اما 8 ايام او قبل ما يوم البيع يجي فانا بديله ازاي ما يكون يعني ازاي ما بنقول كده فترة سماح اللي هو في الفترة ديت ممكن يدبر فلوسه لو قدر يدبر فلوسه في خلال 8 ايام مش هنبيع الحاجة وترجع له الحاجة بتاعته اتنين لان وارد تكون الحاجة اللي احنا هنبيعها دي حاجة مثلا غالية بالنسبة لها او حاجة عزيزة عليه فبالتالي لو باعة ممكن ما يعرفش يستردها تاني وما يدرش يجيب تمنهة تاني اتنين ضرورة مرور يوم على الاتمام الاعلان على البيع انا هتبقي الحاجة في مزاد علني فبالتالي ترى ما ابيع الحاجة في مزاد علني يبا لازم ان نعمل اعلان مش هنبيع في مزاد ينفع النهاردة مثلا اقول احنا هنبيع الحاجة دي في مزاد علني يلا هنعمل مزاد حالا ازاي طيب هو كده حد يعرف ان في مزاد فبالتالي لازم اعمل على الاقل يوم اعلان بحيث الناس كلها تبقى على علم ان في مزاد هيتم في يوم معين ولو كان حد ليه الرغبة ان هو يشتري او يخش المزاد يبقى على علم ومحضر نفسه ثلاثة عدم الزام بالمدد السابقة اذا اقتططت الظروف ذلك لو كانت الحاجة اللي احنا حاجزين عليها معرضة مثلا للتلف حاجزين مثلا على اغزية اغزاء اكل الحاجات دي لو احنا سبناها اللي هو 8 ايام بقى ويوم اعلان ويوم اكون باظت فقال لك هنا في بعض الحاجات مش هنلتزم فيها بالمدد اللي احنا قلناها 8 ايام واليوم ونبيح على طول رقم اربعة ضرورة اجراء البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحاجة خلي بالك لازمان بقى انا حاجزي على الحاجة النهاردة لازمان في خلال ثلاث شهور ان يكون اجرنا ايه البيع يكون المزاد العمل المزاد اتعمل وبيعنا الحاجة طيب فيه بعد كده معنى الاعلان عن البيع وكيفية الاعلان عن البيع هو يعني اعلام مش هنقولت لك انا هعمل اعلان لبيع الحاجة في مزاد علني طب يعني اعلان الاعلان هو اعلام امره الإعلان هو إعلام أمره للناس كافة ليتقدم للشراء ما اللو في ذلك هاجة أنا ببلغ الناس كلها إن فيه هاجة هتتبع في مزادة علني في يوم معين عشان اللي عنده الرغبة يتقدم ويخش ويشتري الهاجة طيب الإعلان ده بنعمله عن طريق إيه حاجتين لسق ونشر اللسق مثلا باجي على باب المحكمة وروح جاي عامل ملصقات كده بسطراتهم علاقة في كذا مكان يا جماعة فيه مزادة علني يوم كذا الساعة كذا هيتم بيع فيه مثلا حاجة معينة النشر باجي فيه جريدة بتصدر يوميا وهم جاي عامل فيه نشر لإن فيه مزاد هيتم فيه يوم معين يبلغ كيفية الإعلان الإعلان بيتم عن طريق حاجتين لسق ونشر طيب فيه بعد كده الحجز إيه هو الحجز؟ الحجز هو وضع المال تحت ياضي القضاء كان هذا المال عقار أم منقول وذلك بقصد منع ساحبه من التصرفي تصرفا يضر بحقوق الحاضرين خلي بالك الحجز هنا أنا بتكلم عن الحجز بشكل عام لإن الحجز ينقص من ونوعين حجز تنفيذي وحجز تحفظي هنا أنا بتكلم عن كلمة حجز بشكل عام عشان كده حتى لو تلاحظ في التعريف قلنا كلمة ايه؟ حجز على عقار أم منقول يعني ممكن حجز على العقار أم منقول لإن الحجز التحفظي والتنفيذي ينفرق كمان شوية ما بينهم هما الاتنين في واحد بيرد على المنقولات وفي واحد بيرد على المنقول والعقار طيب يبقى الحجز هو وضع المال تحت ياضي القضاء سواء كان هذا المال عقار أم منقول وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفا يضر بإيه؟ بحقوق الحاجزين بلا بحجز الحاجز وحطها تحت ياضي القضاء عشان نشوف القاضي هيبيحف مزاد علنية تحفظ عليها عشان نسدد فلوس شخص الحاجز أولا طيب قبل بس ما نقول حجز مال مدينة ده الغير أنا عندي نوعين من الحجز حجز تنفيذي وحجز تحفظي لما أقول لك حجز تحفظي يبقى أنا مش هبيع أنا بتحفظ على الشيء مدة معينة لغاية ما المحكمة تحكم إذا كان الشيء لشخص الحاجز أو المحجوز عليه يبقى بتحفظ على حاجة بس ما ببيعش طيب بالعقل لما جاء تحفظ هتحفظ على الحاجة أنا المنقول ولا العقار أنا أقول لك منقول الحاجة اللي بتنتقل من مكان لآخر أما العقار الحاجة السابتة زي الأرض زي العمارة زي الشقة أما بالنسبة لي المنقول فالحاجات يتنتقل من مكان آخر زي العربية طيب أنا لما جاء أعمل حاجز تحفظي أعمل حاجز تحفظي على المنقول ولا العقار أنا هتحفظ على حاجة اللي إحنا خايفين تببووزها أو تباحها يبقى تحفظ عليه أكيد هتحفظ على المنقول وليس العقار بس العقار سابت قدام عينينا لا هتعرف تخبيه مننا ولا هتعرف مثلا أنت تتصرف فيه ولا تبووز الحاجة يعني الأرض هتبووزها إزاي؟ هتنقلها من مكان آخر إزاي؟ استحالة طبعا إنما لو كان منقول زي العربية آه من السهل جدا أن أنت تخفي العربية تبووز العربية تبيع العربية فدي الحاجة اللي إحنا نعمل عليها إيه؟ حاجز تحفظي أما بالنسبة للحاجز التنفيذي أنا بحاجز على الشيء عشان نبيعه في فزات العالمي؟ عشان شخص الحاجز ياخد فلوسه فالحاجز التنفيذي بيرد على الاتنين عقار أو منقول أنا وارد أحجز على عقار عشان نبيعه يعني أحجز على أرض أو شقة أو أمرة عشان نبيعها وإنت تاخد فلوسك وارد نحجز على العربية اللي هي منقول عشان نجيب فلوس ونسدد الفلوس إيه؟ بتاعتك صح كده؟ هنا التنفيذي على الاتنين عقار ومنقول أما التحفظي؟ التحفظي بيرد على المنقولات فقط طيب في بعد كده بقى دعوة بتسمى حاجز مال المدين لده الغير من حيث التعريف ومن حيث الأطراف الدعوة دي بيقولك هو الحاجز الذي يوقع تحت يد غير المدين على حق المدين في زمته والأطراف بتاعته حاجز الذي يتخذ إجراءات الحاجز محجوز عليه وهو المدين مباشر للحاجز المدين مباشرته للحاجز المحجوز دي ويطلق عليه لفظ الغير يعني أصلا الدعوة دي حاجز مال المدين لده الغير هنا أنا عندي ثلاث أشخاص شخص بيسمى حاجز شخص بيسمى المحجوز عليه دول الأطراف الأصلية بتاعت الدعوة حاجز اللي هو الدائن اللي ليه فلوس المحجوز عليه اللي هو المدين اللي عليه فلوس فيه شخص تالت اسمه المحجوز لديه اللي هو الغير خلي ملك الحاجز اسمه دي المحجوز عليه مدين أما المحجوز لديه اللي هو مين المحجوز لديه دوت اللي هو الغير أنا ليه فلوس عندك وانت ليك فلوس مثلا عند أخوك فأنا بدأ لما أخد منك الفلوس تلك أي بأخدها من أخوك فبعمل برفع ده واسمقي حاجز مال المدين يعني بحجز على فلوس المدين اللي موجودة عند الغير الغير دوت مثلا في المثال اللي انا بنقوله اللي هو اخوك مثلا هو انت سايب الفلوس ساعتك عنده فانا بدل بقى معده طلبك انت بالفلوس لا تلقايا روح جاي واخد الفلوس اللي عنده اخوك هي مش فلوس اخوك ده فلوسك انت صح كده فالدعوة ديت فيها تلات اطراف برضو ممكن ندي مثال بسيط انت شريك في شركة بتاخد منها نسبة ارباح شهرية او سنوية الشركة دي وانت عليك ليا فلوس فانا هرفع دعوة اسمها حجز مال المدينة ده الغير يبا انا هرفع دعوة واحجز على الارباح بتاعتك اللي موجودة فين في الشركة هي الشركة طرف الدعوة هي اصبحت هنا طرف بناء على حجز مال المدينة ده الغير بس هل الشركة كتلاقي علاقة بي لا فالشركة بالنسبة لي اسمها ايه الغير انت اللي عليك فلوس بس انت لليك فلوس عند الشركة فانا بدل اخد منك انت الفلوس تلقايا اخد منين من الشركة انت مش شركة ينفع تعترض؟ لا طبعا لان الفلوس بتاعتك انت فبدلما الشركة ترجعلك لأ انا روح اخده وانت بعد ما ترجعلك انت هترجع لنا لا تلقا انا روح جابا اخده منين من الشركة فاسمها حجز ماء للمدين لضغير بحجز على فلوس المدين اللي موجودة اللي هو سايبة عند الغير الغير ده اللي هو بالنسبة للحاجز طيب الأطراف تلات أطراف حاجز اللي هو الشخص ادائني لليه فلوس المحجوز عليه اللي هو شخص المدين اللي عليه فلوس وهو الغير اللي هو لي فلوس او عنده فلوس بتاعة شخص المدينة في بعد كده كيفية او اجراءات الحجز على مال المدينة داخل غير ازاي بيتم بقى حجز مال المدينة داخل غير فيه اجراءات او فيه قواعد لازم نتبعها زي اعلان وركة الحجز المحجوز لديه أنا بعلن ورقة الحجز لشخص المحجوز لديه ببلغه خلي بالك أنا أحجز على الحاجة اللي عندك اللي هي بتاعت المدين يبقى لازم أنا ببلغه بعد ما ببلغه بعمل إبلاغ ورقة الحجز المحجوز عليه بعد كده بروح أعرف شخص المحجوز عليه إن أنا هحجز على أملاكه اللي موجود عند الغير بعد كده تقرير المحجوز لديه بما فيه زمته هنا تقرير بيسمى تقرير ما في الزمة التقرير ده بيعمله الشخص المحجوز لديه بيكتب فيه التقرير ده ايه هي املاكه وايه هي الاموال اللي هي مش ملكه لان انا رايح احجز على الاملاك بتاعة المدينة اللي موجودة عند الغير تب انا لو روحت اشعرفني ان الاملاك ده بتاعة المدينة مش بتاعة الغير فالقانون اشترط على شخص المحجوز لديه عشان ما نحجزت على حاجة بتاعتك بعد اذنك اعمل لنا تقرير اسمه تقرير تلخيص هتكتب فيه تقرير اللي هو تقرير بما في الزمة هتعمل تقرير هتكتب ايه الحاجة اللي هي ملكك وايه هي الحاجة اللي مش ملكك اللي هي ملك المدينة عشان نحجز على حاجة اللي هي ملك ايه المدينة خلي بالك لازم هنا المحجوز لديه اعمل التقرير لان لو ما عملش التقرير او كان سيئ النية في التعامل معنا او كان ليه علاقة مع شخص المدين في التعامل فبالتاني من حقينا ساعتها ان احنا نحجز على املاك شخص غير كلها سواب املكه او مش ملكه او انت عشان ما نحجز على املاكك انت الشخصية لازم تقدم للتقرير ما في الزم طيب لو ما قدمتش التقرير او قدمت التقرير وكانت فيه بيانات خاطئة مقصودة يعني انت قاصد ان انت تكتب حاجات مش بتاعتك بس اقولت ان هي بتاعتك الشخصية وعرفنا في الاخر ان هي مش ملكك والمفروض ان هي ملك المدين من حقينا ساعتها ناخد الحق بتاعنا منك انت شخصيا يا محجوز لديه اللوة الغير فانت لو ما عملتش التقرير ما في الزم وما كانش التقرير صحيح من حقينا نحجز على الاملاك بتاعتك انت شخصيا وانسدده الشخص الحاجز ده اللوة بالنسبة لتقرير ما في الزم طيب فيه بعد كده منازعات المنازعات اللي اتكلم عليها زي منازعات التنفيذ الوقتية انا عندي نوعين من المنازعات منازعات تنفيذ وقتية ومنازعات موضوعية تنفيذ وقتية يعني بكلم عن حاجة انا عايز قرار وقتي غير الدعوة الاصلية بتاعتي يعني انا رافع دعوة بطالب بي ان العربية بتاعتي او مثلا واحد رافع دعوة بيقول ان التليفون اللي معي ده بتاعه فالمحكمة حكمت بالتحفظ على التليفون وخد التليفون خليته عنده لغاية ما تشوف اذا كان تليفوني ولا تليفونه انا بالنسبة للموضوع ده مشكلة كبيرة انا شغلي كله اي مع التليفون معنى المحكمة تتحفظ عليه الغد ما تحكم اذا كان تليفوني ولا مش تليفوني شغلي كله هيقف فالقانون هي اللي من حقك ترفع دعوة اسمها يعني دعوة في الدعوة الاصلية ذات نفسها اسمها منازع التنفيذ الوقتية برفع دعوة او بعمل منازع وقتية بقول للمحكمة بعد اذنك خلي التليفون معايا انتفع به لغاية ما تحكم اذا كان تليفوني ولا مش تليفوني خلي بالك في المنازع التنفيذ الوقتية انا مش بقول المحكمة حكم ان التليفون بتاعي لا انا ما اجبش سيرة خالص ما مش بقول لها قولي ان التليفون بتاعي دعوة اصلية مرفوعة والمحكمة هتحكم فيها اذا كان تليفون بتاعي ولا مش بتاعي او مال انا هنا عايز ايه انا هنا بقول للمحكمة بدلا ما تتحفظ على التليفون عندك بعد اذنك خلي التليفون عندي بشكل يعني مؤقت لغاية ما تحكم إذا كان تليفوني ولا مش تليفوني فدي اسمها منازع التنفيذ الوقتية هي المنازع التي يكون المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي سواء بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بصفة مؤقتة أو بعدم الاعتداد بإجراء من إجراءات التنفيذ التنفيذ مؤقتا إلى أن يتم الفصل فيه موضوع المنازعة أيب أنا كده ما جدت السيرة عن الموضوع الأصلي أنا مرتلعش أقول التليفون بتاعي لا ما فيه دعوة مرفوعة أصلية المحكمة هتحكم فيها إذا كان التليفون بتاعي ولا مش بتاعي أما الإيه اللي أنا عايزه حاليا لأ أنا عايزة بس ترفع الحجز بشكل مؤقت وتخلي الحاجة معايا لغاية ما تحكم في النهاية إذا كانت الحاجة بتاعتي ولا مش بتاعتي يبقى اسمها منازع التنفيذ وقتية يبقى خلي بالك أنا مش بطالب هنا حكما بالموضوع لا أنا بطالب في حاجة وقتية وليست موضوعية طب شروطكم المنازعة الوقتية واحد يقولي تب العالي على المحكمة لما تحجز على التليفون وإنت ترفع منازع التنفيذ الوقتية وتقول لها خلي التليفون معايا بشكل مؤقت والمحكمة هتسلمك للتليفون هي هتصك فيك فقال لك عشان المحكمة توافع على منازع التنفيذ الوقتية هناك شروط شروط عامة وشروط خاصة شروط عامة اللي احنا عارفينها الطبيعي في أي دعوة أصلا الصفة والمصلحة لازم يكون ليا مصلحة في رفع الدعوة أنا ليا مصلحة اللي أنا عايز التليفون لشانا مضرور ولازم يكون ليا صفة يعني أنا طرف في الدعوة ودول خلي بالك شرطين أسيان في كل الدعاوي عشان ترفع دعوة لازم أن تكون لك مصلحة ولازم أن يكون لك صفة إيه في الدعوة اتنين اللي هو شروط الحماية الوقتية أو الخاصة شرطين شرطين مهمين جدا زي الاستعجال زي ركحان وجود الحق أول حاجة للاستعجال لازم أن أكون أنا مستعجل على الحاجة دي أي تأخير في الحق هيضرني لأن شغل كله هيقف فبالتالي أنا مستعجل على الشيء إنه ويجيلي دي أول حاجة تم وارد يكون الحاجز مستعجل على الحاجة تجيله وارد يكون المحجوز عليه مستعجل على الحاجة شان تجيله تم المحكمة برضه افرد الاتنين رفعوا الإشكال ده عمل إشكال التنفيذ أو منازع التنفيذ الوقتية وده عمل إشكال التنفيذ اللي هو منازع التنفيذ الوقتية برضه هتقبل عند مين ده منستعجل ده منستعجل قال quaisر جامعة 4 ركحان وجود الحق يعني المحكمة مش هتوافق أنه مش توافق على المنازع الوقتية إلا إذا كانت ركحان وجود الحق يعني بنسبة كبيرة أو الأرجح ان الحق بتاع الحاجز أو الحق بتاع المحجوز عليه هتشوف مين نسبته أرجح في موضوع ان الحق بتاعه لو كانت المحكمة المتطمنة بنسبة كبيرة بناء على قراء اللي موجودة قدامها ان الحاجة بتاعت الحاجز ساعتها هتسلم الحاجة للحاجز لغاية ما تحكم اذا كانت الحاجة بتاعت الحاجز ولا بتاعت المحجوز عليه طيب لو كانت المحكمة غير مطمنة بركحان وجود الحقيقية يعني مش مطمنة ان الحقي ده بتاعت الحاجز او بتاعت المحجوز عليه ساعتها ترفض دعوة الاشكال ومش هتوافع عليها لغاية ما تحكم في الدعوة الموضوعية الاصلية وتشوف الحاجة بتاعتك ولا بتاعت الحاجز ولا بتاعت المحجوز عليه يبقى ده كده اللي هو إشكال التنفيذ اللي هي دعوة التنفيذ الوقتية طيب فيه بعد كده عندي حاجة اسمها دعوة رفع الحاجز وارد لما أجي أرفع الدعوة وأحجز على أملاك المحجوز عليه وارد أكون أنا اتأخرت في رفع الدعوة والمحجوز عليه سدد اللي عليه وارد أكون إن أنا قصد أضر المحجوز عليه وخلاص فهنا ممكن نحجز على أملاك المحجوز عليه رغم إنه هو سدد أملاكه طب هيسكت يعني أنا لو حجزت على حاجة وأنت سددت اللي عليك سددت كل الفلوس اللي عليك وحجزت على العربية بتاعتك هتسكت أكيد لا طبعا هترفع دعوة اسمها إيه؟ دعوة رفع الحجز هتقول لهم بعجزنكم أنا سددت كل اللي علي أنا سددت كل اللي علي فالمفروض أن أنتم ما تحجزوش على الحاجة تمام؟ فارفعوا الحجز عن الحاجة فارفع دعوة اسمها رفع الحجز خلي بالك أنا هنا بقول لهم ارفع الحجز على العربية مثلا يبقى جبت السيرة عن الموضوع ولا ما جبت السيرة عن الموضوع؟ جبت السيرة عن الموضوع الدعوة اللي هو العربية يبقى يسمعها منازعة موضوعية يبقى هي منازعة موضوعية في التنفيذ يرفحها المحجوز عليه في حجز أمال المدينة دا الغير معترضا على الحجز يعني مثلا هم حجزوا على أملاك المدين اللي موجودة عند المحجوز لديه اللي هو عند الغير فييجي المحجوز عليه يقول لك تب ما أنا سددت الفلوس اللي عليها انتو بتحكيزوا ليه على الحاجة اللي موجودة عند المحجوز اللي ايه فيقول لهم بعد اذنكم ارفعوا الحجز فبيرفع ده واسمها دعوة رفع ايه الحجز يبقى كده لازم أنتو بعارف ان دعوة الحجز اللي بيرفعها شخص المحجوز عليه بيرفع على شخص الحجز بيطالب فيها المحكمة برفع الحجز عن الممتلكات بتاعته سواء كانت تحت ايده او موجودة عند المحجوز لديه فيه دعوة بتسمى دعوة استرداد المنقلات المحجوزة هنا فيه دعوتين عموما دعوة استرداد المنقلات المحجوزة ودعوة اسمها الاستحقاق الفرعي دعوة استرداد المنقلات المحجوزة بيرفع على شخص الغير اللي هو المحجوز لديه دعوة الاستحقاق الفرعي برضو بيرفع على شخص الغير اللي هو المحجوز لديه بس كل الفرق ما بينهم ان دعوة استرداد المنقلات المحجوزة بيرفع على شخص الغير على اللي عايز يسترد المنقول يعني بيرفعها في المنقولات لما يكون حجزة على المنقولات اللي عنده أما دعوة الاستحقاق الفرعي بتترفي على العقارات لما يكون حجزة على العقار موجود عنده أولا دعوة استرداد المنقولات المحجوزة والخصوم فيها هي منازعة موضوعية في التنفيذ على المنقول ترفع بطلب ملكية الأشياء المحجوزة أو بطلب أي حق يتعلق بها يغول لصاحبه الانتفاع بها دي بقوا بيرفع دعوة بيطالب أن الحاجة اللي هي المنقولات دي ترجع له هي حاجته فبيطالب أن الحجزة عليها يتشال والحاجة ترجع له الخصوم في الدعوة المدعي وهو الغير الغير هنا يرفع الدعوة على مين؟ هو الغير هنا بيقول لهم أنا مالي ومالكم أنا ماليش دعوة علاقة لا بالحاجز ولا بالمحجوزة عليه أنتوا بتحجزوا على الحاجة بتاعتي فهو بيرفع الدعوة في مواجهة اللي هو المدعي عليه اللي هو الدائن الحاجز والمحجوز عليه عليه يعني هو بيرفع الدعوة في مواجهة الاتنين حاجز ومحجوز إيه عليه بلو مانعملش دعوة بيكن تول اتنين ده ما بينكنUT المشاكل دي دي حاجتي انا ما حدش من حق ان هو يحجز عليها فانتو حجزوا عليها بالغلط فبيرفع دعوة اسمها استرداد المنقولات المحجوزة بس خلي بالك عشان يرفع دعوة اسمها استرداد المنقولات المحجوزة دي لازم يرفعها قبل البيع نحجزنا تمام قبل اما يبيعوا الحاجة لازم ان هو يرفع دعوة استرداد المنقلات المحجوزة والدعوة الاخيرة اللي هي الاستحقاق الفرعي اللي هي دعوة بنرفع على المنقلات برضو بيرفعها دعوة الشخص المحجوز اللي دي بيرفعها على الشخص الدائن الحاجز وشخص المحجوز عليه وكده تكون عملنا ملخص سريع لمادة المرافعات ده المنج اللي احنا نشرحه فيه ما بعد ان شاء الله بالتفصيل هنشرح فصل فصل وباب باب ان شاء الله انا حبيت فيه النهاردة ان انا اوضح لك بس المادة كلها بتحكي عن ايه خليك متفائل دايما بيها هي مادة جميلة جدا خليك متفائل ان ان شاء الله تقدر تقافل فيها الخمسين وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى اللي كان اخر ان شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته